موسيقى نص الدرس سوف اعرض لكم واجب او حل واجب الدرس السابق موسيقى What do you think of that one? Oh, it's quite nice. Hurry up! We want to make a tour around the World Cathedral. We also want to go to the theater tonight. Okay, after our tour around the Old Cathedral, we will go to get the tickets. What a pity! We can't get onto the roof to see the wonderful view of London from there. Well, let's go to the cathedral. Do you know that most of the kings and queens of England have been crowned inside this building? Oh, of course! Isn't that the Byron Tom? No! I don't think that he is buried there. The words, the words, باع سيلزمان باع سيلزمان ثمن برايس ثمن برايس يعتزم انتند يعتزم انتند يدفع بي يدفع بي يهم ماتر يهم ماتر ربما بير هابس ربما بير هابس محل شاب محل شاب سويسرا سويسر سويسرا سويسر سويسرا سويسري سويس سويسري سويس صناعة سويسرية سويس ميد صناعة سويسرية بالكامل أوتوماتيكية تقويم سنوي أفضل ينتظر قبر لحظة أسرع جولة معبد مسرح الليلة سقف جميل أو مذهل جميل أو مذهل منظر ملوك ملكات ملكات توجة مبنى 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 بايرون شاعر انجليزي قديم بايرون شاعر انجليزي قديم بايرون غرامر الزام والضرورة الزام والضرورة نستخدم مست للدلالة على الزام والضرورة أي لنبين أنه من الضروري عمل شيء ما في المضارع أو المستقبل يجب علي الذهاب الآن I must go now يجب علي الذهاب الآن يجب عليك الذهاب إلى الطبيب You must see a doctor يجب عليك الذهاب إلى الطبيب يجب عليك التوقف عن التدخين You must quit smoking يجب عليك التوقف عن التدخين يجب أن أذهب إلى المدرسة I must go to school يجب أن أذهب إلى المدرسة I must go to school يجب عليه أن يذاكر دروسه He must study his lessons He must study his lessons يجب عليه أن يذاكر دروسه يجب عليك أن أصلح السيارة I must repair the car I must repair the car يجب علي أن أصلح السيارة أوكي ويمكن استخدام have to أو has to أيضا للتعبير عن الإلزام ولكن لاحظ أن must يكون الإلزام فيها ناتجا عن مصدر خارجي لا يمكن مخالفته أما has to و have فهنا الالتزام تابع أو نابع من داخل المتحدث نفسه For example ينبغي علي ارتداء نظارة I have to wear glasses I have to wear glasses ينبغي علي ارتداء نظارة ينبغي عليك التوقف عن البكاء You have to stop crying You have to stop crying ينبغي عليك التوقف عن البكاء ينبغي عليك الرحيل مبكرا I have to leave early I have to leave early ينبغي عليك الرحيل مبكرا I have to make lunch ينبغي عليك إعداد الغداء ينبغي عليه أن يعمل لوقت متأخر He has to work late He has to work late ينبغي عليه أن يعمل لوقت متأخر ينبغي عليها البقاء في المنزل She has to stay at home She has to stay at home ينبغي عليها البقاء في المنزل اوكي اما عن صيغة الماضي من مصد و have to فهي had to had to للصيغة الماضي كما في الامثلة التالية كان علي المغادرة بالامس I had to go yesterday I had to go yesterday كان علي المغادرة بالامس كان عليه إصلاح السيارة الأسبوع الماضي He had to repair the car last week He had to repair the car last week كان عليه إصلاح السيارة الأسبوع الماضي كان عليها الانتهاء من قراءة الكتاب يوم الاثنين الماضي She had to finish reading the book last Monday She had to finish reading the book last Monday كان عليها الانتهاء من قراءة الكتاب يوم الاثنين الماضي وعند إدخال not على must و have to فإن معنى كل منهما يختلف عن الآخر بحيث تعني mustn't المنع والتحريم أما do not have to فلا تعطي معنى المنع والتحريم وهي تساوي needn't في المعنى أي ليس من الضروري أمثلة محظور عليك أن تقود بسرعة You must drive fast You mustn't drive fast محظور عليك أن تقود بسرعة ليس عليك أن تقود بسرعة You need to drive fast You needn't drive fast ليس عليك أن تقود بسرعة ليس من الضروري أن تقود بسرعة You don't have to drive fast You don't have to drive fast ليس من الضروري أن تقود بسرعة لاحظ الفرق بين الأمثلة الثلاثة السابقة فالمثال الأول يفيد المنع والتحريم أي ممنوع أن تقود بسرعة وقد يكون ذلك مثلاً لوجود حد معين للسرعة أما المثال الثاني والثالث اللذان يتساوان في المعنى فلا يفيدان المنع والتحريم فالمقصود منهما أنه ليس عليك أن تقود بسرعة فلدينا المزيد من الوقت لنصل إلى وجهتنا مثلاً أي أن الفرق الجوهري هنا هو أن المثال الأول يعطي معنى المنع والتحريم mustn't أما المثال الثاني والثالث فلا يعطيان معنى المنع والتحريم needn't, don't have to needn't, don't have to اكسرسايز اختر الإجابة الصحيحة استخدم ما هو موجود بين القوسين do as showing in practice أم تتحدث مع ابنها أم تتحدث مع ابنها موسيقى 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 and sneezing at school did you see the school doctor yes i did what did he say he said that i have a bad phone common mistakes your butt fee tie two tie two not on tie two not on your butt fee don't say the man tied the horse on a tree don't say the man tied the horse on a tree you have to say the man tied the horse to a tree okay tied to tied to not tied on not tied on okay yamil min tired of not from tired of not from you have to say or don't say sorry don't say the boys are tired from boiled eggs okay you have to say the boys are tired of boiled eggs boiled eggs okay you terjem illa translate into not to translate into not to don't say translate this baggage or passage to english you have to say translate this passage into english okay translate into translate into not translate to not translate to not translate to okay your tash or your tash of men tremble with cold not from cold okay don't say the man was trembling from cold you have to say lazim to go the man was strumbling with cold okay trampling with trampling with not trampling from okay no i have i will i have not cool even shaking with or shake word shape or with okay for example the thief was shaking with fear the thief was shaking with fear الحرام كان ارتجف من الخوف okay وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أمان الله آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أمان الله آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أمان الله آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أمان الله